أنا واخدها متعة وهواية مش احتراف طب الصناعة هي اللي ظلمت النوعية اللي هي زي تركيبة حضرتك ولا أنتوا تركيبتكوا عشان ممكن يبقوا مثقفين أكتر فعارفين أكتر فممكن ده يبقى مدير أكتر والله كل الأسباب دي حاجة واحدة وظروف الصناعة وظروف الصناعة في المجتمع نظرة المسؤولين للصناعة مشاكل الصناعة كل الحاجات دي كلها أكيد بتأثر في اختياراتي بتأثر في أن أنا مش عايز حتى الشركات اللي بشتغل معها شركات معينة بخاف أشتغل مع شركة مع رفاير لأن أنا مش عايز اللي بيجبوني عارفيني وحفظيني وعارفين حيقولي لي إيه وعارفين أنا حرفض إيه وحقبل إيه مفروض أني أنت ممثل اتوضبتوا أني أنت عندك خمس سنين فأصبحت حد جامد جدا فبالتالي فكرة أني أنت خايف تطلع من الكمفرد زون بتاعتك دي غريبة ليه؟ 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 يعني أنت عندك الكمفرد زون بتاعك ده مع أنك قوي جدا يعني أنت تقدر تخرج من الكمفرد زون وتقصر الدنيا لك أنت موصمم يعني أنت يجي لك كبوس لو أنا نسيت الكلمات أو روحت مش مبسوط طب وإنت تعرف منين أن أنت مش هتنبسط وإنت تعرف منين أن الناس اللي أنت هتروح تقبلهم دول يطلع دمهم خفيف يا سيدي واخد عنهم فكرة مش حيلة أنا أشانعرفكم فباجي عندكم هنا طب ماشي لا أنا بتكلم عن الشوء غير كده لا بشكل عام يعني فما إزاي أنت باعك على الآخرين ده مهم هو اللي بيخليك تعالي تشتغل نعم طبعا نعم طبعا يعني إحساسي بالمرتاح أنا بكون مرتاح أنا رايح مشوار وعارف أن مشوار لطيف رايح التصوير وعارف أن الناس اللي في التصوير دي عندهم نظام عندهم بيقدروا الناس كويس بس كده مش فيه فرص كتير بتدير منك وإحنا الخاصرين مشاهدين مش قد الأفلام الكويسة أو المساسرات الكويسة مش شرط أنها تجيلي يعني فيه أعمال كويسة كان نفسي أشتغل فيها وما جاتش بس ما جاتش زي إيه مثلا كان نفسي حركتكم مثلا فيه مخرجين كتير أنا مشتغلتش معاهم مثلا مثلا أنا مشتغلتش مع عارفة خالص مثلا وراجل ده راجل مخرج كبير يعني مثلا ففيه حتلاقي أمثلة حتى من الشباب يعني محمد علي يعني فيه أسماء كتير في المخرجين أنا مشتغلتش معهم مثلا يعني والناس ممكن تبقى قلقانة من أن أنت لازم تخش معاهم البلاتون وإنت حبيبهم وإنت مقتنق ممكن يكون لا لا بس أنا معروفة أن أنا في أثناء التصوير أكتر واحد يقول حاضر يعني ملعز طالما قبلت التزمت ليه؟ طالما قبلت التزمت جدا جدا يعني طيب فكرة هل كل ممثل وحضرتك مدرب عظيم واشتغلت تدريب يمكن أو اتدربت لمدة 20 سنة في دول كتير مش بس مصر أمريكا وألمانيا وحضرت ضيف روسيا وإيطاليا كل ممثل ينفع يدرب؟ ما أعتقدش لا يعني أولا لازم يكون تدرب على إيد أكتر من مدرب أنا تدربت مع مدربين كتير حوالي 26 مدرب تعريبا يعني فده مهم أوين تنوع المدربين ليه؟ علشان كل مدرب من دولا بيديني حاجة معينة يعني كل مدرب يبقى عنده امتيازات معينة أو طريق التفكير في التمثيل معينة فأنا هستفيد بها وفي الآخر أنا هكون وجهة نظري وحعمل نفسي كده كمدرب يعني أو حضرت إزاي يعني فالتدريب عالم يعني في موهبة طبعا طبعا في موهبة يعني أنا مثلا بيتقال عليك كلام كبير بقى وكمدرب تمثيله وبتاعه ورغم من ذلك مثلا الناس يقول لك آه بس ده هو شديد قوي في أثناء تدريب يعني بيخوف وبتاعه كده بس اللي بيشتعلوا معايا أنا قعد معايا إن فيه ناس أعلم ما هي سبع سنين تتضرب سبع سنين